موسيقى رئيس هيئة الرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يقدم التأهنية لكافة الرياضيين في أرض الرافدين موسيقى وبيعثة المنتخب السعودي تغادر إلى إسبانيا تمهيدا بخوض المعسكر التدريبي لمنديالي روسيا موسيقى وعمر السومة يحسم الجدل والشائعات ويؤكد بقاؤه مع الأهل موسيقى أهلا بكم في النشرة الرياضية من الأخبارية بارك رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركيا للشيخ بقرار الاتحاد الدولي رفع الحضر عن الملاعب العراقية وقدم للشيخ التهنية لكافة الرياضيين في أرض الرافدين كما هنأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عاد العزة نظيره العراقي رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود برفع الحضر عن الملاعب العراقية مؤكدا أن الموقف السعودي سيبقى مساندا للكرة العراقية حتى تتظافر الجهود برفع الحضر عن بقية الملاعب العراقية رحبت الوساط الرياضية العراقية بقرار الفيفا رفع الحضر عن ثلاث ملاعب عراقية بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثين عاما فيما أثنت على دور المملكة العربية السعودية وسعيها المتواصل بدعم الرياضة العراقية وكافة القطاعات الأخرى والتي تكللت بالنجاح المباراة الودية بين العراق والسعودية التي أثمرت في رفع الحضر عن اللعب في الملاعب العراقية الفيفا يرفع الحضر عن ثلاثة ملاعب عراقية بعد نجاح المباراة الودية التي احتضنها ملعب البصرة بين المنتخب العراقي والأخضر السعودية والتي جاءت ضمن جهود المملكة العربية السعودية التي ساهمت بشكل كبير برفع الحضر عن اللعب في الملاعب العراقية أشقانا في المملكة العربية السعودية اللي كان لهم الدور حقيقة الأكبر يعني نجاح المباراة الودية التي أقيمت في البصرة مع المنتخب السعودي الشقيق كان لها الأثر الكبير في هذا القرار في رسم الصورة الإيجابية عن الجوانب التنظيمية للعراق ونجاحها في تنظيم المباريات حقيقة الأشقاء كان لهم دور بارز في هذا النجاح وجهودهم كانت أيضا على مستوى العلاقات الدولية وتنسيقهم العالي مع باقي الدول بكل تأكيد كان إلى الأثر الإيجابي في اتخاذ هذا القرار وحقيقة أن العراق يقدر عاليا ويثمن هذا الدور من أشقانا في المملكة العربية السعودية وأيضا من جميع الدول اللي ساهمت في إعادة الحق للعراق في رفع الحضر عن ملائك الأوساط الشعبية والرياضية عبرت عن فرحتها بقرار رفع الحضر عن الملاعب العراقية مشيدين بدور المملكة العربية السعودية وجهودها التي بذلتها من أجل الدفع باتجاه عودة اللعب في الأراضي العراقية بمساعدة الجميع وبالأخص يعني الجانب السعودي الأخوة الأشقاء لم يقصروا في وقفتهم مع العراق خلال تلك الفترة السابقة يعني الفريق السعودي ودخوله مضمار البصرة وتكاتفه مع الفريق العراقي في مثلها كذا مبارات مهمة آخرها يعني مثل ما تعرف يعني السعودية بتعدت عن العراق فترة ما يقارب 29 سنة لم نتنافس ولم نخوض أي مبارات سويتا على أرض العراق لكنه مبارات الأخيرة وحضور الاتحاد الآسيوي وكل الأشقاء العرب في مثلها كذا مبارات مهمة أتت بالخير على العراق نشكر الاتحاد السعودي نشكر رئيس الرياضة السعودية نشكر جميع الرياضين الذين حضروا إلى أرض البصرة والذين قالوا كلمتهم وتعاونوا مع العراق من أجر رفع الحضرة وتعبيرا عن عمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية والعراق وفي خطوة غير مسبوقة وليست غريبة على المملكة العربية السعودية قرر خادم الحرمين الشريفين إهداء العراق بناء أكبر ملعب في العالم يتسع لأكثر من 135 ألف متفرج في العاصمة بغداد بعد انقطاع دام لأكثر من 30 عاما الفيفا يقرر رفع الحضر عن اللعب في ثلاثة ملاعب عراقية لا سيما بعد الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية برفع الحضر عن اللعب في الأراضي العراقية في رأس الدوليمي الأخبارية بغداد غادرت بيثة المنتخب السعودي ظهر اليوم السبت إلى أسبانيا تمهيدا لخوض المعسكر التدريبي وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الاستعدادات النهائية لكأس العالم في روسيا وسيبدأ الأخضر معسكره بمدينة مربية الأسبانية وسيتخلى له مباراة ودية أمام أوكرانيا قبل أن ينتقل إلى بروكسل لمواجهة المنتخب البلجيكي يذكر أن استعدادات الأخضر للموديال ستشهد خمسة مراحل سيلعب من خلالها عدة مبارايات ودية في كل مرحلة من هذه المراحل سيلعب من خلالها عدة مبارايات ودية في كل مرحلة من خلالها وإن شاء الله سيكون بالنسبة لنا امتحان مهم جدا حتى نعرف حالنا كيف يكون أدرا بالنسبة لنا كان مهم جدا نتعرف على اللعبين من المعسكر الأول والمعسكر الثاني وأكيد نحن هلأ عم نستدعي كمان لعبين جدا وإن شاء الله لآخر أيام وآخر فرصة يكون عنا وقت الأيام الفيفا وقت الفيفا يعني تسمحنا أنا للقائمة النهائية حنقدم القائمة النهائية أكيد اعتمنا بالمعسكر الأول والمعسكر الثاني على بعض اللعبين وكررناهم وكمان هاللعبين كمان لعبوا تصفيات كأس العالم فإن شاء الله هاللعبين متوفع معهم وبيقدروا يقدمون لأمكانيات كبيرة عم الرائب للعبين أكيد هناللعبين مهمين جدا بالنسبة لنا عم تكلم مع المدربين للأسف بعد ما قدروا يلعبوا مباريات في أنديتهم بس إن شاء الله يكونوا حكونوا معنا حسم مهاجم نادي الأهل عمر السومة الجدل والشائعات التي أثيرت حول مستقبله مع الفريق بعد الأحداث التي وقعت على همش مباراة فريقه أمام الرائد أمس الجمعة ونشر السومة تغريدة له عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي توتر رفض فيها دخول الغربة بينه وبين ناديه الأهلي وشبه علاقته بالنادي كعلاقة الأبي بابنه وأكد أنه باق في الأهلي كما أرفق مع تغريدة له واسم أنا باقي من جهته أثنى نائب رئيس نادي الأهلي طارق كيال على كلام السومة وقدم في تغريدة له شكره لللاعب على وضع النقاط فوق الحروف كما تفاعلت جماهير النادي مع الوسم الذي أطلقه للسومة عبر حسابه في توتر أكد للإخبارية الناقد الحصري مشهور الحارثي في نشرة سابقة أن حرص اللاعب عمر السومة على العودة إلى حساسية المباريات هو ما دفعه لفعل هذا التصرف مؤكدا بذلك استمرار عقده مع الفريق حتى 2020 أكيد الجميع بالتمثل العذر نوعا ما للكبتل عمر على حرصه على العودة الحساسية المباريات أيضا إلى منافسته على تهديف سابقة هداف الدوري لكن في النهاية النجمة المحترفة لابد أن يكون منضبط ويحترم قرارات الأجهزة الفنية والإدارية نعم طبعا فيه جزء قانوني طبعا هو كبتل عمر السومة عقده مستمره مع أهلي 2020 يعني كلنا عارفين هذه الجزئية فإثارة موضوع رحيل أو ذا طبعا قانونيا يعني موضوع غير صحيح لأنه فيه عقد ساري حتى 2020 لكن مثل ما قلت لك أعتقد له وعيدة المرامية مرة الكبتل عمر مستحيل يكرر نفس هذا التصرف لأنه في النهاية ينظر له أنه نجم كبير وخلوق وقدوة لللاعبين سمع خذيرا يعني على حنكة الكبتل الكبير السطارك كيال ويمكن اليوم شفنا يعني من ضمنها اللافتة الجميلة اللي كانت موجودة في تويتر لأنه في مثل هذه أوقات الحساسة وفي أوقات بعض الإسكاليات اللي حيان بالتن يعني يعني بشوف نجوم عالمين أحيان يعني بيصيلهم مثل هذه الإسكاليات لكن هنا يعطي دور الإدارية الخبيرة اللي يقدر يحتوي مثل هذا الموضوع ويقدر يطلع الموضوع يعني بكل سلازة ومثل ما شفنا تغريدتين نقدر نقول أنهت الجدل الكبير اللي استمر يمكن سبتاشر ساعة البرح موقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام كانت يعني شغلها الشاغل هل ينتقل لكابتن عمر هل سيغادل الأهلي فأعتقد أن الخبرة الإدارية أنهت الموضوع بكل بساطة بتغريدتين في موقع تويتر النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل نادي مارتمو البرتغالي تعقد مع مهاجم نادي الباطن عبدالله الجوعي لأربعة أعوام أهلا بكم من جديد أعلن نادي مارتمو البرتغالي المنافس في الدور البرتغالي الممتاز بالتعاقد مع مهاجم نادي الباطن عبدالله الجوعي لأربعة أعوام شكر اللاعب في تغريدة الله عبر حسابه بتويتر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركيا للشيخ على دعمه اللامحدود والمتواصل لللاعب السعودي مثنيا على دور وكيل أعماله جراح الضفير في إنهاء كافة التفاصيل مع النادي ويعتبر الجوعي واحدا من أميز اللاعبين الشبان في الدور السعودي للمحترفين حيث شارك اللاعب مؤخرا مع المنتخب السعودي الأولمبي في بطولة آسيا تحت 23 عام ولعب مباراة واحدة مع المنتخب السعودي الأول حينما التقى منتخب جمايكا وديا أتمكن من خلالها تسجيل الهدف الخامس للأخضر أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم خلال مباريات كاس العالم المقررة في روسيا إضافة إلى إمكانية إجراء التبديل الرابع في حال امتدت المباراة إلى وقت إضافي كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسرية فينتينيو للصحفين عقب اجتماع المجلس التنفيذي في كولومبيا أن المجلس وافق على استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم مبديا سعادته بهذا القرار ومؤكدا بأن هذه التقنية لن تكون الحلة لكل شيء في كرة القدم لكن استعمالها سيسهم في تجنب الأخطاء المدوية للحكام وتقتصر هذه المساعدة التقنية على أربع حالات وهي بعد تسجيل هدف والقرار بركلة جزاء وبعد البطاقة الحمرى المباشرة وفي حالات الخطأ في هوية اللاعب الذي وجه إليه الإنتار قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى المركز الثالث في جذور ترتيب الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما سجل أربعة أهداف خلال فوز فريقه على ضيف أوتفورد بخمسة أهداف مقابل لشيف الجولة الواحدة والثلاثين من الدور الإنجليزي حيث تقمص المهاجم المصري الدولي محمد صلاح دور البطولة وسجل أربعة أهداف صنع هدفا آخر لينفرد بصدرة قائمة الهدفين برصيد ثمان وعشرين هدف رفع ليفربول رصيده إلى ثلاث وستين نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطتين عن توتنهام صاحب المركز الرابع وللحديث حول مباراة ليفربول وفريق واتفورد في الدور الإنجليزي الممتاز ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من لندن المحرر الرياضي في جريدة القدس خلدون الشيخ في البداية أهلا بك أستاذ خلدون معنا في النشرة الرياضية من الخبرية نهلا مساء الخير نعم أهلا بك بعد التألق اللافت لللاعب المصري محمد صلاح هل ترى أن مستقبل اللاعب سوف يكون خارج أسوار فريق ليفربول نعم في الحقيقة أثير هذا الموضوع كثيرا خلال الأسبوع الماضية طبعا صلاح لم يتألق فقط الليلة عندما سجل أربعة أهداف بل طيلة الموسم هو يتألق ويسجل أهداف ويحطم أرقام قياسية غير مسبوقة مع ليفربول بالتحديد ولكن طبعا ارتبط اسمه مع ريال مدريد ولكن كل هذه الأخبار خرجت من مصر إما من مدرب منتخب مصر إما من نجوم منتخب المصر الذين يتمنون أن يكون صلاح معناد أكبر من ليفربول باعتقادهم ولكن في الواقع أنا في رأي الشخصي يجب أن يبقى مع ليفربول لأنه كل ما يفعله مع ليفربول يعني بالتألق الواضح هو يناسب إمكانياته وقدراته عقلية يورغين كلاب مدرب ليفربول تناسب ما يخون به صلاح أعتقد أنه ذهب إلى فريق مثل ريال مدريد قد يتوه بعض الشيء قد لا يقدم ما نراه اليوم ويفعله ويحطم الأرقام القياسية يعني أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 36 هدفا في موسم واحد في موسمه الأول وهذا لم يحدث في السابق أول لاعب أفريقي منذ دي دي ايد روكبا في 2010 يسجل 28 هدفا في الدوري وبالتالي بات مرشحا بقوة ليكون هدف الدوري هذا الموسم وأعتقد أنه من الأفضل لنا كمشجعين عرب كمحبين للمحمد صلاح أن يبقى متألقا مع ليفربول لأننا لا نطمن استمرارية هذا التألق في أي نادي آخر عندما يذهب إلى الرياض سيكون هناك كلهم نجوم ويكون صلاح واحدا من النجوم ولكن مع ليفربول هو النجم الأبرز والنجم اللامع الأكبر في الوقت الحالي نعم وما هي حضوض المصري محمد صلاح بحصوله على الحداء الذهبي من وجه دي نظرك بعد أن قاد فريقه ليفربول إلى المركز الثالث نعم حاليا بعدما سجل أربعة أهداف كان هو في المركز الثاني على مدى أسابيع طويلة خلف هداف الدوري أو هداف المنتخب طبعا هاري كين ولكن بعد إصابة هاري كين ومرشح أن يغيب حتى نهاية الشهر المقبل فأن صلاح يملك فرصة ذهبية بأن يتوج هدافا خصوصا أنه ابتعد بفارع أربعة هداف عن كين ويأتي بعدهما أعتقد أكويرو مهاجم منشستر سيتي الذي سجل 21 هدافا ولكنه هو أيضا يعاني من إصابات أعتقد أن الطريق مفروشة له بالورود كي يتوج ليصبح أول عربي يتوج هدافا للدوري الإنجليزي وما هي توقعات القيمة السوقية لللاعب محمد صلاح بعد هذا التألق يعني مثل ما قلت وظاهرة يعني ظاهرة لم يتوقعها أي أحد أي أحد في الدوري الإنجليزي من محللين من مشجعين متابعين في الواقع إذا تشاهد مباراة لفربول مع كل لمسة تصل إليه الكرة تشاهد صرخات كبيرة لا نشاهدها إلا مع ميسي في برشلونة أو مع رونالدو في ريال مدريد ولكن ما يحدث مع صلاح فعلا هو مشابه لما يحدث مع ميسي هناك في برشلونة وأعتقد أنه كل لمسة كل تسديدة هناك إثارة للإعجاب صيحات كبيرة في المدرجات لأنها فعلا تتوقع شيئا سحريا من هذا اللعب المصري الرائع وأعتقد أنه يستحق كل الإشادات يستحق كل الإعجاب لأنه فعلا يعني أفاق كل التوقعات والتصورات لكثيرين خصوصا فريقه السابق تشيلسي ومدربه السابق جزي مورينيو الذين لم يتخيلوا أن يبدع بهذه الصورة وطبعا يجب أن نشيد أيضا مدربه يورغون كلوب الذي أعطاه الكثير من المساحة كي يستخرج كامل طاقته ويبدع مثل ما نشاهد نعم كان معنا من لندن المحرر الرياضي في جريدة القدس خلدون الشيخ شكرا جزيلا لك وقبل الختام هذا تذكير بالعنوين رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يقدم التهنية لكافة الرياضيين في أرض الرافدين وبعثة المنتخب السعودي تغادر إلى أسبانيا تمهيدا لخوض المعسكر التدريبي لمنديالي روسيا وعمر السومة يحسم الجدل والشائعات ويؤكد بقاءه مع الهلي شكرا لكرم المتابعة وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا عبر تويتر في أعمال الله اشتركوا في القناة